أهلا بكم في قصة طريفة عن جزيرة هانز وهي جزيرة صغيرة بمنطقة نائية على حفة المحيط المتجمد الشمالي بمنتصف مضيق ناريس يلي بيفصل بين كندا وغرينلاند الدنماركية هالجزيرة بتكون تقولوا مجرد بقعة صخرية نصف قطرة ما بيتعدى ميل واحد لا فيها ينبوع ماء ولا زراعة ولا سروات ولا يمكن حتى سكنها وملاسقة كمان للمحيط المتجمد والجو فيها زم هرير وشو بتكون لكنها بتبعد أقل من 12 كم عن كل من الدنمارك وكندا وهي المسافة يلي فيك تعتبر الجزيرة تابعة للبلد حسب القانون الدولي مشان هيك عن ترسيم الحدود اتفق الكنديون والدنماركيون على كل شيء إلا على هالجزيرة كل واحد منهم بده يضمها هالحكي صار بترسيم الحدود سنة 1973 وما وصلوا لحل وتركوا موضوع هالجزيرة معلق لكن بالعام 1984 صار تطور خطير زار وزير دنماركي الجزيرة وزرع فيها العالم الدنماركي وترك رسالة ترحيب مع سجاجة براندي دنماركية بده يكون كتب بالرسالة شو؟ أهلا بكم في الجزيرة الدنماركية هيك بده يكون كتب وقدرية الحكومة الكندية بهالعدوان السافر أرسلت قوات للجزيرة شالت العالم الدنماركي وزرعت العالم الكندي وغيرت الرسالة كمان وشو كتبت؟ أحسنتم كتبت أهلا بكم في الجزيرة الكندية وكمان غيرت زجاجة البراندي بزجاجة ويسكي كندي الدنماركيون يسكتوا؟ طبعا لا أرسلوا قواتهم على الجزيرة وبدلوا الرسالة وزجاجة الويسكي بزجاجة من عندهم بالضبط ما بعرفش وحطوا بس يعني هيك شي نوع منكر والعياز والله واستمرتها الحرب المعلنة واللي بالمناسبة سموها حرب الويسكي عشرات السنين على زراع علم وشلع على مبدل أناني مبيت وغيره لكن بالعام 2005 صقعد الكنديين من موقفهم وبعد ما زرعوا العلم هالمرة مو بس حطوا رسالة لأ علقوا لوحة مكتوبة عليها شو بدي يكون مكتوبة عليها؟ أهلا بكم في الجزيرة الكندية بعدها توجهت الأنظار للوزير الدنماركي إن شو رح يعمل هلأ؟ قام قل لون هات تصرف ولاد صغار وأنا رح كبر عقلي وما رح اتولدن ومزق العلم الكندي لكن الجزيرة الدنماركية بعلم ورسالة أو بدون واستمرت هالجزيرة موضوع نزاع حتى اليوم شو علاقة القصة بالحرب الروسية والوكرانية؟ آه اتذكرت أنه إذا حرب الويسكي مشان كيلو متر مربع خالي الثروات والسكان استمرت قريب خمسين سنة فما بالك بحرب الفوتكا يلي وراها نفط وغاز ومعادن وموقع استراتيجي وثروات لا حصرة لها حرب الفوتكا حلوة الاسم حرب الفوتكا انطلقت وحكينا بالفيديو السابق عن ردة الفعل الغربية بالعقوبات الاقتصادية اللي فينا نسميها بالفعل حرب اقتصادية مو مجرد عقوبات واليوم بدنا نحكي عن الشق العسكري اللي بيخليها بالفعل بداية حقيقية للحرب العالمية الثالثة الشق العسكري ما بيتمثل بس بالمساعدات العسكرية الهائلة واللي بدت من اليوم الاول رغم اهميتها طبعا شفنا كيف تم ارسال الصواريخ المضادة للطائرات والمضادة للمدرعات بكميات كبيرة من امريكا والمانيا وغيرهم من الدول لدرجة انه حتى دول مثل السويد والنرويج قدمت مساعدات عسكرية من هالنوع رغم انها ما بتتدخل بالحروب ولا حتى بتبيع سلاح وكمان شفنا كيف تم تزويد اوكرانيا بالطيارة المسيرة الاشهر بالعالم بيرقدار وهي طيارة تركية صممها المهندس سلجوق بيرقدار لكن بالمناسبة فيها تقنية المانية المهم شفنا كيف تم تزويد اوكرانيا بسرعة بهالطائرة يلي كان لها دور فعال بتبطيء تقدم الجيش الروسي لدرجة انه الاوكرانيين عملو لها غنية نعم الاعتراك مخضر بالو ان لحنوا لغنية لكن الاوكرانيين عملو لغنية لكن رغم اهمية كل المساعدات العسكرية يلي فينا نعتبرها اعلان حرب من الغرب على روسيا ليش اعلان حرب لان اذا كنت انت مثلا على الان بخناقة مع ورد صغير وانا ما بدي اداخل مشان ما تصير خناقة بين كبار بس كل شوي بستنسب له حجر وبناوله اياه وبقول له خد حبيبي خد ضربه لعمه فجه فجه خود هي فجه لعمه هي عصائب رأيس بسمار على عينه على عينه لعمه برأيك هيك ما بتصير خناقة بين الكبار اكيد بتكبر لكن الدعم الغربي ما بس كان عم يناوله حجار ويقول له ضربه الحقيقة كان اكبر من هيك بكتير وتمثل بشغلتين مهمين للغاية الاولى الدعم الاستخباراتي واللوجستي واللي حكيت عنه روسيا لما هاجم 12 قارب احد زوارقها الحربية قالت انه بدعم لوجستي من مسيارتين امريكيتين يعني ما بخيلة عليهم حكي انه نلكن هالامكانيات والتقنيات والله هالتكنولوجيا مو من عندك هيا وكمان وضح المساعدة الاستخباراتية اللي عم تساعد الاوكرانيين بتوقع تحركات الروس واتخاذ اجراءات مضادة وكان من نتيجة المساعدة الاستخباراتية احباط اكتر من محاولة لاغتيال الرئيس الاوكراني زيلينسكي اما الامر الثاني فهو الاخطر يعني منجي هون للجد هو الاستعداد الغربي للحرب شفنا كيف فجأة قرر المستشار الالماني اولاف شولتس تخصيص مبلغ 100 مليار اويرو كدعم مالي للجيش الالماني وهذا مبلغ هائل جدا لا سيما بهالظروف اي ظروف؟ ظروف التعافي من جائحة كورونا لان الحكومة الالمانية استدانت من الموازنة بالعام 2021 مبلغ هائل وصل لـ 240 مليار اويرو ارغم ان القواعد الدستورية تمنع الاستدانة من الناتج القومي الا بنسبة ضئيلة لكن اضطرت الحكومة الالمانية بسبب كورونا لتجاوز هالقاعدة فالغريب انه تخصص هالمبلغ الكبير للدفاع لو ما كان الموضوع ممكن يصل للاستعداد للاسوأ القادم او المتوقع المستشار شولتس قال بوضوح نحن بحاجة الى طائرات حديثة وسفن مجهزة وجنود مدربين على الوجه الامسال طيب عادي يعني؟ لا مو عادي اذا تذكرنا انه طوال سنين ماضية شولتس وحزبه الاشتراك الديمقراطي كان قد عرقل بالحكومة المشتركة مع انجل اميركا المشاريع التسلح اللي طرحت او زيادة ميزانية الدفاع واللي على فكرة كانت اقل من هيك بكتير اذا الموضوع مو مجرد تحديث وتسليح الموضوع في استعداد للقادم واذا ضفنا اعلان البنتاجون ارسال من سبعة لتسعة الاف جندي امريكي الى المانيا بيوم واحد وغيرها من تسريبات استخباراتية عن تأهب قوات امريكية وبريطانية تنفيذ عملية جريئة باوكرانيا كل هذا بيؤكد انه الناتو يستعد فعلا للتدخل بالحرب وبطبيعة الحال ما رح يعلنوا من اليوم الاول التدخل لان ببساطة مو مستعدين لكن الخطة بتكون مساعدة اوكرانيا على الصمود وكسب الوقت للاستعداد لاسيما انه من الواضح انه خطة بوتين حسب فرق موازين القوى بين روسيا واوكرانيا كانت الخطة انه ببضعة ايام يتم احتلال كييف واسقاط الحكومة وتعيين حكومة موالية لموسكو وبعدين بيعملوا استفتاء شيئ قصة مثل ما عملوا بالقرم وبينتهي الموضوع من الواضح انه الخطة ما مشيت للاسباب اللي حكيناها ومن الواضح انه خسائر الروس اكبر بكتير مما كان متوقع وكمان من الواضح انه ما حدا ببالي فعلا اذا طالت الحرب وتأثيرها عن مدنيين الاوكرانيين يعني بتكون لجوء تعالوا يا هلا بالضيف اما نوقف الحرب سواء مطالع بيدنا نوقفها او استراتيجيتنا بدها حرب طويلة اكيد الحرب لا عواطف فيها ولا يغركن تباكي الغرب على الاوكرانيين المعلن اكيد احنا طبعا ما منتمنى تستمر الحرب ولا تتوسع وان شاء الله كل يلي حكيناه ما بيمشي باتجاه التصعيد بس الوضع معقد ومفتوح على احتمالات عديدة الاعلامي الامريكي توماس فريدمان قال امام بوتين بحرب اوكرانيا اربع احتمالات ان يخسر في البداية ان يخسر في النهاية ان يخسر كليا ان يخسر جزئيا ايه بس هدول وبالفعل هالحكي في وجهة نظر لان احتمالات النجاح لخطة الروس باوكرانيا تقريبا صارت معدومة على الاقل بظل السيناريو يلي عم تمشي فيه الاحداث بس ماذا عن السلاح النووي يعني القط مدب القط وقت بين حشر بالزاوية بخرمش هل ممكن اذا فقد الامل او بدت مواجهة مباشرة مع الناتو يلجأ للسلاح النووي لا هاد موضوع بده قاعدة والوقت هلا بده يداهمنا مشان هيك منخليه لجلسة تانية دمتم بخير ايه نعم ايه نعم ايه نعم ايه نعم حسن ايه نعم ايه ايه انه